السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و ازايكم مجموعة عاملين ايه رب تكونوا بخير النهاردة فيديو جديد و انا اتعلم بها طريقة نقل لعبة كولف ديوتو موبايل من على الهاتف المحمول الى الكمبيوتر فارت قبل ما نبتدي الفيديو و ما تنساش انك تعمل لايك و اشتراك في القناة و اتفعل زر الجرس و يالله بينا نبتدي اول حاجة جماعة هنا اعمالها وهي انك هتيجا عند علامة انتورك بعد كده هتقدر تكليك او بالنتورك انترنت ستنج بعد كده هتيجي عند change adapter options بعد كده هتقدر هنا اتنين كلك شمال هتيجي عند properties بعد كده هتقدر هنا عند اترنت protocol version 4 اتنين كلك شمال بعد كده يبقى انتك الخيار ده بالشكلة طبعا انت هتيجي هنا تقول له و هتكتب الكود ده اللي هو تمانية 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 بعد كده هتكتب هنا تمانية تمانية اربعة اربعة تمام هتضغط هنا على اوكي اوكي و هتطلع برا القيمة دي خالص تمام هتيجي الثاني خطه هنك هتصل الهاتف المحمول بالكميوتر عن طريق كابل الشاحن اللي عندك فهتيجي هنا عند اس اس بي سي بعدك لايه بعدك تلفونه كان لكم بايس ما نفع الهاتف بعدك هتيجي هنا كده هتيجي عند اندرويد او بي بي تمام وهتيجي هنا عند كلوف ديوتي الشوتر بالشكل بقى هتضغط هنا اثنين كليك و هتاخد ملف او بي بي ده كده كوبي و هتمسلا تمسخه على سطح المكتب انا اصلا كنت بسخه فمش احتاج ان اعمل بيست هنيجي بقى التالت خطه انك هتحمل البرنامج محاكي جيملوب و هتحتاج ملف الابك بتاع لعبة تمام هتحمل ملف الابك من رابط هسيبه لك اسفل في السندوق الوصف هتيجي هنا عند حجم الملف ده اثنين و سبين ميجا بايت فانت برضو هتسيبه يحمل انا اصب برضو كنت بحمله بلكده فمش هحتاج ان يحمله تاني تمام هنا هقفل التحميل و هتيجي برضو عند هتيجي عند هنا طبعا هسيب لك الرابط دي اسفل في السندوق الوصف تمام بعد كله هتيجي هنا عند بوبج موبايل هتقول له هنا داولوود عشان يبدأ يحمل معك المحاكي طبعا حجم المحاكي دي رابط 9 ميجا وعات انا اصلا كنت بحمله بكده برضو فهقول له هنا cancel تمام وهيجي عند الداولوود عشان افتح الملفات دي و نبدأ نسبتها تمام هتيجي هنا مثلا عند المحاكي جيملوب اللي هو ده تمام انا هفتح المحاكي طبعا اقول له هنا yes انت لو كنت مستطابه بكده لو بتلعب لعبة بوبج و انا حاجة فهيبقى يفتح معك بالشكل ده اما لو انت ماشي مستطابه فهتقول له هنا استول وهيفتح معك بصورة عادية جدا بعد كلها هنرجع للف داولوودز مرة تانية بعد كده هتلاقي ملفة الابي كي بالشكلة هيبقى بالاسم ده هتيجي هنا هتنسخه كده كوبي تمام او تعمله بعد تحدد الملفين اللي هما الابي بي والابي كي تمام هتضغط هنا عند كوبي بعد كده هتيجي هنا عند اس اس بي سي وهتوف انت ستطابت المحاكفين انا ولكم ستطابته في بورتشان الاتش تمام هاجع عن الاتش وهي هنا هروح لملف بعد كده تي اكس جيم داولود بعد كده موبيل جيم بي سي شيرد تمام وهي مش هيبقى ملفة دي طبعا انا بس كنت ناسخ لعب لكده فهنا هقول له هنا بيست تمام ولو طلب منك استبدال فاستبدال عادي جدا لمن غير اي مشاكل انا هقف نقل لدينا كنت نايل لهم قبل كده فهضغط هنا وترجع هنا ل تي اكس جيم داولود هاتيك هنا عند الخيار ده بعد كده يو اي سيت اوب وهي هتفتح المحاكف بالايقونة دي هتضغط هنا على ياس بعد كده يفتح معك الايقونة بالشكل ده هتضغط هنا على اف تسعة بعد كده هتروح هنا عند البروزر وهي هتبحث هنا في جوجل عن برنامج اس فايل اتسبور هتكتب هنا اس غالبا انا هزهر لك في قيمة الباحث انا كنت مسارش على بكده فبعد كده هتجي هنا عند الكلمة احدث نسخه تمامة هتقول هنا يتمزي لكنه Couldny بعد كده هتجي هنا عند البرنامج هتحمل من البرنامج هتقول هنا fetch tone البرنامج بده يحمل بالشكل هذا طبعا انته سيتهي وخلص انا سيبه وصل LingQ مرة تانية. وتمام كدا جماعة البرنامج خلص به الشكل ده هتيجي هنا عند البرنامج علشان تبدأ تثبت البرنامج. هتيجي هنا تقول له انستور. بعد كده تضغط على اوبن. بعد كده هتيجي هنا عند الثلاث شرات دول. بعد كده تضغط هنا. هتيجي عند الشرط الليف عليها موصحة اليم. بعد كده هتيجي هنا عند data. share one. تمام. ويبقى عندك الايقونات بالشكل ده. تمام. هتيجي هنا بتبدأ تثبت اللعبة هتيجي هنا عند ملف الابك. هتقول له هنا انستول. بعد كده هنا تقول له انستول. تقول له اوبن. وبعد كده هتاخد هنا ملف الوب بي بي هتاخده كده كوبي. تمام. وهتطلع خالص هتطلع له الهوم. هتكده تيجي هنا كده. تمام. بعد كده هتيجي عند اندرويد اوب بي بي. بعد كده هتيجي هنا هتعمل new. هتعمل new folder. بالشكل ده. وهتكتب هنا كده الكود ده هسيبه لك اسفل في صندوق الوصف. ولو انت حابد اندرو ايه حاجة. بعد كده هتضغط على ok. تمام. وهي هتبدأ تنسخ الملف. هتيجي هنا قعد الملف. تمام. وهي هتقول له هنا based. هذا يحمل معك. طبعا انا هسيبه وخلص وهارجع لكم مرة تانية. تمام كده جميع الملف تنقل بالشكل ده. هتطلع بقى كده خالص. هتطلع كده بقى خالص من البرنامج. هتضغط على yes. بعد كده هتفتح محاكي للجيملوب. بعد كده لو طلب منك update تعمل update اللابة فهتلاقي لابدات ده بحجم صغير جدا. هتلاقي حوالي 70 ميجا او حاجة. فمش هاخدوا لات اطلاق. انا هسيبه وخلص وهارجع لكم مرة تانية. وهقول لكم بالضبط الحجم كامية. وتمام كده جميع اللابة بادية تفتح ويتسبب بيئة الشكل. طبعا انت هتسيبه وخلص. انا هسيبه وخلص وهارجع لكم مرة تانية. بعد كده جماعة هنا اللابة بدأت تعمل installing. طبعا حجمة الابدات حوالي 20 ميجا بايت فهمش حجم كبير خالص. هتبس اعمل الخطو دي. عشان اللابة تشتغل من غير اي مشاكل. طبعا كده جماعة اللابة بدأت تفتح بيئة الايقونة دي. تمام. اللابة شغالة من غير اي مشاكل. انا بس هسجل الدخول. وايه واريكم ان اللابة تمام ما فيش اي مشاكل. وهو كده جماعة اللابة فتحت بس ممكنت له انك update بحاجم خمسة ميجا وايت. وهنا جماعة هتضغط على accept تمام. وهتبدأ بقى تسجل دخولك بحساب الفيسبوك او تلعب حساب just او دخل بحساب just كده السريع. ويعمل هنا login. طبعا دي بتعتمد على صورة الانترنت عندك. وهنا بقى بتكتب الليم او الوزر نيم انا هكتبه اي حاجة كده وهقول له هنا اوكي. وطمام اهو جماعة تقدر بقى تاخل اسلحة وتلعب اللعب ويه طبعا جمان هافل اللعب دلوقتي. بس كده كان فيديو نهارده يريت لا عندك اي ابتراحات لفيديوهات قادمة فاسبها لي في كومنتات ولو ما كنتك اي مشاكل فان شاء الله اضرحل لها لك من خلال الكومنتات. وما تنساش انك تعمل لايك ويشتراك في القناة وتعمل شير مع صحابك شان كل سفيد. كان معكم دور من قناة محترف الانترنت. سلام.